وانطلاقا من هذه النظرة التفاؤلية لو نعطي فرصة أيضا للسيدات لطرح بعض الأسئلة حتى ما فهمت من لديهم بعض الأسئلة ثم نعود إذا كان هناك أحد الأخوان لديه أسئلة أيضا حتى نكون عادلين وما يتهمون بأن الجلسة كلها أخذوها رجال سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام في بداية الحديث قلت أنت وجيته علشان الأستاذ حسن والجاسر وفي الحقيقة يستهل الأستاذ حسن علشان وكأننا لا نعرفك يا دكتور طلال من خلال الشاشات ومن خلال التحليلات الاقتصادية والمقابلات عرفناك أنت رجل إضاءات في الحقيقة أنت مجيت تعرفنا على شخصك أنت جيت تدعم هذه المعرفة فيك هذا من طيبك والنقطة ثانية اللي يهمني أتمنىها في المشاريع الجاية هي الجودة اللي إحنا في الحقيقة مش بس في المملكة إحنا في جميع الدول العربية ينقصنا في منتجنا الجودة فأتمنى أن يصاحب كل منتج شريط أفضل شرط وجود الجودة يكون هناك مقاييس للجودة على المنتج الموجود حتى نبدأ أحنا في رحلة الجودة مع المنتج الجديد في المملكة أنا لطيف الهاش شكرا شكرا لك الحقيقة هذا موضوع هام جدا وأنا أشكرك أن نبهتي إلى تقصيري بالإشارة إليه موضوع الجودة هو أحد المواضيع التي سيشملها برنامج الدعم والجودة لها معايير وأنا أريد تتحدث عن موضوع معيار جديد في الجودة أنا أقوده من خلال منصبه في الأمم المتحدة كنائب لبان كيمون في اتلاف دولي اسمه الميطاق الدولي هذا في معيار جديد نعمل عليه وسيطلق في نهاية هذا العام اللي هو جودة الأداء أداء الواجب في المجتمع يعني ما نسميه مسؤولية الشركات تجاه المجتمع وبس فقط أذكر لأن هذا موضوع يهمني جدا وأنا أقوده بالأمم المتحدة لكي نعير ونقيم الشركات التي تقوم بواجبها ونعطيها شهادة جودة اجتماعية أي أنها قامت بدورها الاجتماعي نعود إلى الأيزو كأيزو يعني يسعدك أن تعرفي أنا متأكد أننا ممثلين على اللجنة الدولية التي تصيغ معايير الدولة الجودة على مستوى العالم نحن وزميلة المسؤولة عن مكتبنا في جدة هو العربي الوحيد على هذه منذ 15 سنة على لجنة معايير الجودة الدولية التي تصيغ المعايير كما قلت ونحن هذا جزء من نشاطنا اللي هي مساعدة الشركات كيف تصبح حاصلة على شهادة الجودة وشهادة الجودة لها شهادات مختلفة حسب الخدمة وحسب المنتج السلعة فبالتالي هناك شهادة لكل إنتاج سواء كان سلعيا أو خدميا وسيكون ضمن قراراتها في الدعم وطمئنك إلى ذلك شكراً سؤال آخر أيضاً من السيدات التي كان عندهم سؤال مساء الخير مساء نور نادية بن خالد دوسري أولاً مساء الخير أستاذ طلال أنا تشرف سيد معرفتك اليوم الصباح نسعد متاكي وأنت يعني شيء مشرف في العالم العربي كله والعالم يعتقد مش رائبة ثانياً حب أشكرك على فكرة النظرة الإيجابية أو الكلمة الإيجابية لأن هذه اللي نحن نحتاجينها اليومين في ناس ما تعرف أن الآن الفكر نفسه صار جثونا يعني نفس الثوث has an energy كل الناس الناجحين they have positive thoughts وأنا أعتقد أن الثقة بالنفس هي اللي محتاجينها في العالم العربي الآن والمنطق الإيجابي اللي هو يدعم أي توجه لأي دولة ولا أي دعم ماذي يعني من غير التوجه الإيجابي حتى لو حطينا توجه ماذي ما حنا ننشيه الشيء الثاني ما أدري إذا كان فيه برضو في النفس المشروع نظام محاسبة بعد الدورات والعمل هذا لأننا نحن محتاجين في العالم العربي عامة شكرا إذا كان السؤال يتعلق بمشروع الصندوق أو بمشروع الدعم المادي فضمن الاتفاقيات مع مجموعة أستاذ طرال أبو أزالة هناك متابعة اللي هي المونيترينج رح يتولوه معنا حتى يكف المشروع يعني بشكل جيد ستكون هناك متابعة أيضا لجودة المونتج بإذن الله وهذا فقط تعليق إذا كان السؤال يتعلق بالصندوق بإذا كان شيء حال فسأل طرال يتعلق نعم تأكيد لكلام أخي الأستاذ حسن أقول بأن من جملة البرامج الموجودة في صندوق الدعم هو برنامج محاسبي لتسهيل استعماله بدل أن نحتاج إلى أن نحضر مشتشارين وخبراء ومحاسبين في برنامج بسيط جاهز لاستعمال هذه الشركة الآن أنتقل إلى النقطة أنا فعلا سعيد وتشرفت بلقائك هذا الصباح وأريد أن أعود إلى الانتقاد بأن فقط 6% من سوق العمل هو للسيدة إذا سمحوا للرجال مع كل احترامي أن أقول إذا كان هذا هو الحاصل فهو خطأنا نحن ومسؤوليتنا نحن وبالتالي علينا نحن أن يسر كما هو شعار الذي اختاره الصندوق على لوحاته الموجودة في الشوارع والذي يقول استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا فأنا استوصي استوصي إخواني والساتذة الموجودين بالنساء خيرا إذا بدل أن ننتقد أو أنا عارف أنه ليس انتقاد لا أقصد ما تفضلت به أنا أريد أن أقول أن مسؤوليتنا هي تغيير هذه النسبة لتجعلها مئة بالمئة يعني خمسين نحن وخمسين السيدات هذا هو المحلوب وأنا أقول صادقا يعني بعد أن صلح بالتشغيل السيدات في المكاتب إنتاجية وكفاءة وفعالية السيدات تفوق الرجال يعني اسمحوا لي أن أقول يعني قاسيا علينا نحن الرجال وأنا اسمحوا لي أن أقول أيضا حتى في لقاءاتي أنا كنت في الرياض في الاجتماع لجمعية الإدارة وكان مثل هذا اللقاء السيدات في قاعة والرجال في قاعة فوجئت بأن مداخلات السيدات وإتقانهم للموضوع وإتقانهم للحوار كان لا يقل إن لم يكن أفضل من الرجال ويجب أن تفخروا لأن من السيدات؟ السيدات هي زوجتكم وأمكم وبنتكم وأختكم فأنا عندما أقول هذا الكلام للرجال أنا أشعر بأن الرجال يجب أن يشكروني وأشعروا بالاعتزال لأن المرأة هي شرفنا وهي أمنا وأختنا وبنتنا وكل ما هو عزيز علينا